السلام عليكم إزايك وياربو كلكم تكونوا بخير النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض في كتاب English Vocabulary in News Intermediate الحلقة الحداشر وهنكمل مع بعض إن شاء الله سلسلة فيديوهات تعلم اللغة الإنجليزية المستهل ومتوسط لسنة 2021 النهاردة بإذن الله هندخل في تاني هنكمل مجموعة الـ Units اللي اتفقنا عليها اللي هي بتاعة الـ Word Formation اللي موجودة في المقدمة مبدئياً كده الـ Units بتاع النهاردة اسمه Zero Affixation خلينا بس نروح للـ Content List في الأول عشان نبقى عارفين احنا ماشيين فين أو وصلنا لحد فين احنا خلصنا مجموعة الـ Units اللي فوق لغاية الـ Adjective Suffixes النهاردة بقى هناخد اللي هو Unit 10 اللي هو Zero Affixation وللأسف إن الـ Units ده مش موجود في الإصدار الجديد الإصدار الجديد اللي هو ده المجموعة بتاعة الـ Word Formation اللي هما دول مش موجود فيهم خالص اليونت بتاع النهاردة وطبعاً إحنا ما بنفوتش حاجة فإحنا لازم ناخده من الإصدار القديم حتى لو مش موجود في الإصدار الجديد الكتاب بتاع الإصدار القديم فيه بس Units ممكن تكون زيادة شوية لكن أنا بشوف إن هي مهمة يعني لو إنتوا شايفين إن إنتوا مش مستفدين من الـ Units الزيادة ممكن تفوتوها لكن أنا عن نفسي بشوف إن هي مهمة ومش حبة إن أنا أفوت أي حاجة الـ Units بتاع النهاردة العنوان بتاعه zero-affixation وده معناه إن إحنا فيه كلمات ما بنضيف لهاش أصلاً affixes خالص الـ Affixes طبعاً قلنا قبل كده إن هي الكلمة العامة اللي هي بتنقسم لقسمين الـ Prefixes اللي هي بتيجي في أول الكلمة والـ Sophixes اللي بتيجي في نهاية الكلمة اللي هي الملحقات طيب فيه كلمات مش بيتضف لها ولا Sophixes ولا Prefixes دول اسموهم zero-affixation طيب خلينا كده نشوف مع بعض زي إيه إيه تعريف zero-affixation معناه إن كلمات كتير في الإنجلوش ممكن إن هي يعني تعامل معاملة noun أو verb مع بعض أو أكتر من part of speech في نفس الوقت لكن من غير ما نشتقوه من بعض من غير ما نضيف لهم أي affixes عشان نشتق أوكي؟ يعني مثلاً ممكن نجيب noun من verb زي ما عملنا قبل كده إن إحنا بنضيف suffix معين عشان نغير الport of speech لكن هنا ما بنغيرش الport of speech بإضافة أي مقاطع زيادة في الكلمة الكلمة بتعامل زي ما هي كده بالسبلنج بتاعها بس ليها أكتر من port of speech ممكن تبقى noun وverb مع بعض ممكن تبقى noun و adjective ممكن تبقى verb و adjective يعني لها أكتر من port of speech ممكن تبقى الثلاثة كلمة مثلاً زي present present كسبلنج هي لها ثلاث معيني أو يعني لو أنا بالنطق السليم اللي أنا بقوله ده present اللي هنا لسترس على المقطع الأول يبقى هنا بتعامل معاملة النون وال adjective أوكي؟ يعني مثلاً I gave her a present on her birthday يبقى هنا كلمة present a noun معنى هدية لكن لو أنا قلت دلوقتي I am present يعني أنا موجود أنا حاضر في المكان ده أو في الوقت ده لكن لو أنا قلت مثلاً نفس الكلمة دي بالسبلنج بتاعها present P-R-E-S-E-N-T لو أنا قلت نفس الاسبلنج ده لكن ما اختلف الpronunciation إلى حد ما لو غيرنا في السترس بتاعها خلينيه عن المقطع التاني فبقت بدل present بقت present يبقى هنا غيرنا الكلمة من noun أو adjective لverb خلاص يبقى هنا أقول مثلاً I am presenting a lesson خلاص يبقى هنا الكلمة اتحولت من noun أو adjective لverb من غير إضافة أي مقاطع الكلمة نفس الاسpanning بالضبط نفس المقاطع نفس كل حاجة نفس الشكل لكن النطق بس هو اللي ممكن يختلف من كلمة لأخرى من noun لverb أو من adjective ل noun وهكذا تمام؟ ده باختصار zero affixation اللي هنأتكلم عليه النهاردة So many words in English can function as a noun and verb or noun and adjective or verb and adjective with no change in form يبقى هنا الكيوورد بتاعتنا no change in form ما فيش تغيير خالص في الفورم بتاع الكلم The meaning is not always the same ومع ذلك في كلمات يا جماعة هنلاحظ إن ممكن إن هي كلها أكتر من معنى لكن ما بيبقى لهاش نفس المعنى يعني بتبقى نفس الكلمة هي هي مثلا بتستخدم كverb أحيانا وك noun لكن النoun والverb دول ما بيدوش نفس المعنى مش مثلا زي كلمة present و present ممكن يبقى ليهم تقريبا المعنى واحد يقدم وحاجة بتقدم زي الهداية أو مثلا كلمة زي هناخد بعض الأمثلة زي answer كverb وanswer ك noun نفس المعنى لكن في كلمة تانية بتستخدم بنفس الشكل بيبقى لها أكتر من part of speech وبيبقى لها completely different meanings خلينا كده نروح على الأكسرسيز عشان هو مش قال المثال ده في اليونت بصوا كده على الكلمات اللي في الأكسرسيز الأخير هو هنا بيقول لنا إيه في رؤس السؤال بيقول لنا sometimes the same word form the same word form can be a verb and noun but with a very different meaning read these pairs of sentences وبعدين لما نيجي نقرأ كل pair من السنتنزز حنشوف does the verb have the same meaning as the noun a similar meaning or a completely different meaning خلينا نشوف مثلا number one معاين هنا كلمة wait مستخدمة كنoun we had a long wait for the bus and if we wait any longer we may miss the train إيبه هنا استخدمنا كلمة wait اللي هي الunderlined مرة كنoun في المثال الأول ومرة كverb في المثال الثاني هما اللي اتنين بيدوا the same meaning نشوف في المثال الثاني could we have another bottle of water please كلمة water هنا مستخدمة كنoun لكن في المثال الثاني I asked her to water the garden يبه هنا كلمة water في المثال الثاني مستخدمة كverb طبعا بيدوا الاثنين نفس المعنى هنا مشتقى من الماء أو الرأي نفسه number three I gave him a book or I gave him the book and did you book the table in the restaurant يبه كلمة book هنا في المثال الأول مستخدمة كنoun بمعنى كتاب لكن في المثال الثاني did you book the table يعني هل حجست التابل هل حجست الطاولة in the restaurant يبه طبعا كلمة book هنا كنoun لا تمط بالصلة لكلمة book كverb هنا بمعنى يحجز لكن هنا بمعنى كتاب number four they always take a break after an hour's work did he break his arm skiing يبه هنا كلمة break بمعنى وقت استراحة لكن كده كلمة break as a verb مستخدمة بمعنى يكسر طبعا هنا ملحش أي علاقة بالنoun تمام وهكذا يبقى هنا في أفعيل أو كلمات معينة الword form بتاعها لو اتغير من noun لverb أو من verbal adjective وهكذا ممكن يحفظ على معنى وأحيانا المعنى بيتغير لكن الكلمة نفسها كspelling بتبقى زي ما هي خلاص the meaning is not always the same but this unit looks at examples where the words do have the same meaning يبقى هنا في اليونت ده هيركز أكتر على الكلمات اللي بيكون لها نفس المعنى لو اتغيرت الword forms بتاعتهم أوكي؟ عشان كده هو هنا مش أي المثال ده هو جايبه في الأكسرسايز نشوف كده الأمثلة what's the answer؟ يبقى هنا كلمة answer مستخدمة كنoun خلاص؟ طيب نشوف كده المثال التاني هنا هنستخدم نفس الكلمة اللي هي بالbold دي answer أو answer هنستخدمها كverb answer the question طبعا هنا they have the same meaning without adding any affixes من غير ما نضيف لكلمة answer اللي هي النoun أي affixes خالص احنا جبنا منها الverb الكلمات اللي من النوعية دي هيستخدمها هنا في الكتاب ده لما يجي يقدم لنا الكلمات اللي في اليونتز اللي جاية ولو الكلمة دي بتحتوي على أكتر من port of speech هيعمل لنا العلامة دي مثلا كلمة زي ache بمعنى pain ألم ممكن تستخدم كنoun وأحيانا ممكن أن هي تستخدم كverb بمعنى يؤلم hurt يبقى هنا لما يجيب لنا كلمة زي دي هيحط لنا port of speech بتاعتها n يعني noun and v يعني verb وممكن أن نحن نشوف verb and adjective زي كلمة dry يعني gif أو dry يعني يجفف خلاص يبقى حنتعود على المنظر ده بقى أن احنا هنشوفه كتير في الكتاب ده نشوف كده المثال التاني I don't like the cold يبقى هنا كلمة cold النون يعني البرد أو نزلت البرد أو الجو البارد مثلا أوكي ما بحبش البرد التقس البارد نفسه I don't like cold weather بنفس المعنى هنا استخدمنا مرة كلمة cold كنoun أو هنا استخدمناها عشان توصف كلمة weather كأجكتب تمام I must clean my room هنا clean كverb لكن it's a clean room هنا كلمة clean هي هي بالضبط حتى بنفس البرنانسيشن مستخدمة كأجكتب لوصف كلمة room I didn't reply I didn't reply to the letter يبقى كلمة reply هنا يعني أنا لم أرد هنا مستخدمة كverb لكن هنا I wrote a reply هنا طبعا reply مستخدمة كنoun ومسبوقة بالأداة A أوكي I wrote a reply to the letter طيب هو هنا بس بيقول لنا الملحوظة اللي أنا قلتها لكم دي إن إحنا في الكتاب ده هنستخدم كلمات معينة لها أكتر من part of speech هيعمل لنا المنظر ده عشان يعرفنا a part of speech كلها بتاعت الكلمة دي وطبعا ده هنعرفه من القموس يعني لو بحثنا على أي كلمة جديدة لازم نحط في الاعتبار إن الكلمة دي بيبقى لها أكتر من معنى خلينا نشوف مثلا كلمة أي كلمة في القموس مثلا زي كلمة break اللي قدامنا هنلاحظ إن هي ممكن يبقى لها أكتر من معنى أهي number one noun number two verb مش عارفة الدكشنيري واضح آه تمام كده هو ظهر في الشاشة break number one المعنى الأول كنoun والمعنى التاني كverb أوكي أهم حاجة إن إحنا لو كلمة جديدة لازم نسجلها على طول في النوتبوك حتى بالport of speech بتاعتها كلها وكل التفاصيل بتاعتها زي ما تعودنا بقى يعني ده الروتين بتاعنا في مذاكرة الكلمات السكشن التاني للوقت هيتكلم على الكلمات اللي بتستخدم ك noun and verb في نفس الوقت you may know these words in one form but not the other في كلمات معينة إحنا ممكن نكون عارفينها في فورم معين يعني عارفينها ك noun مش عارفينها ك verb أو ك adjective والعكس صحيح الdefinitions اللي هيجبها لنا هنا كلها خاصة بالverb نشوف كده مع بعض smile طبعا دي مستخدمة ك noun يعني ابتسامة and يبتسم ك verb نفس الكلام laugh smell taste taste يعني يتذوق أو يعني مذاق أو طعم smell يعني يشم أو رائحة love يعني يضحك أو ضحكة نفسها increase بصوا بقى للكلمة دي لأن الفرق ما بين noun والverb حاجة طفيفة جدا الpronunciation بتاعهم almost the same الاختلاف الوحيد اللي ما بينهم هو في stress لو إحنا هنستخدم الكلمة دي بمعنى ازدياد أو ارتفاع مثلا هنقول increase يبقى هنا هنستخدم المقطع in اللي في الأول لكن لو إحنا هنستخدمها كverb بمعنى يزداد هنقول increase هنشدد المقطع التاني أو هنضغط على المقطع التاني يبقى increase noun increase verb خلاص طيب نشوف الكلمة اللي وراها كلمة rain طبعا noun بمعنى المطر أو rain بمعنى يمطر dream نفس الفكرة and cue بمعنى يمطر كلمة كلمة الأربع حروف اللي هما اللي في الآخر دول كلهم silent بننطق بس حرف الكيو اللي في الأول cue يعني طابور أو يقف في الصف to wait in a line تمام يبقى noun and verb هنيجي بقى نشوف الأمثلة اللي تحت كلها مجموعة يعني الكلمات دي هتيجي كverb وهو هنا هي provide definition بتاعها كلمة break ممكن تستخدم كنون وممكن تستخدم كverb لو استخدمت كنون بمعنى الفرامل بتاعت العربية أو بتاعت أي يعني vehicle أي مركبة أو يعني وسيلة مواصلات أوكي الbreak اللي هي الفرامل طيب ممكن نستخدمها كverb معنى to stop a car using the brake on the floor يعني نحن نستخدم يعني نقوم بإيقاف السيارة يعني by using the brake باستخدام الفرامل تمام طيب الفعل diet diet على فكرة احنا طبعا common و familiar جدا بالنسبة لنا نحن بنستخدم الكلمة دي ك noun لكن ممكن يكون بعض الناس اول مرة هيعرفوا ان هي ممكن تستخدم كverb كمان كلمة diet اللي هي بمعنى النظام الغذائي ممكن تستخدم كverb بمعنى to eat less and lose weight يعني يعمل diet او يتبع حمية غذائية معينة اوكي يعني مثلا ممكن نقول she is always dieting she is always dieting but she never loses weight خلاص يبا هنا استخدمنا كلمة diet في سياق present continuous tense لما جبناها كverb في الجملة طيب بالنسبة للكلمة الثالثة كلمة guess بمعنى يخمن to give an answer without knowing the facts او ممكن ان احنا نستخدمها كنون اللي هو التخمين نفسه نفس الكلام بالنسبة لبعض الافعال زي كلمة ring ring يعني اللي هي الرنة الرنة التليفون نفسها او ان هي لو استخدمت كverb بمعنى يتصل هاتفيا او يتصل تليفونيا بمعنى to phone somebody to ring someone or to phone someone كلمة push ممكن تستخدم كنون بمعنى دفع او بمعنى يدفع اللي هي العكس بتاع كلمة pull كلمة murder اللي هو murder او بالبرتش اكسنت murder او بالامريكان نقول murder بمعنى to kill someone ولو استخدمناها كنون بمعنى crime نفسها اللي هي جريمة القتل بص كده على الملحوظة بقى ان في بعض الكلمات زي اللي احنا شفناهم فوق ممكن ان احنا لو استخدمناها كverb حتيجي يعني زي ما هي لكن لو استخدمناها كنون محتاجين ان احنا نستخدم معاها الverb المناسب كlocation يعني مثلا الفعل stay ده فعل بمعنى يبقى لكن لو احنا عايزين نستخدم اللي هي يعني اللي هي الكلمة كنون اللي هي الفترة بتاعت البقاء نفسها او انا مش عارفة اوصل للمعنى بالعربي اسمها ايه بالضبط اللي هي المدة اللي الشخص بيقضيها في مكان معين يبقى نقول مثلا لو احنا عايزين نقول we stayed a long time مثلا in a hotel اوكي عايزين نستخدم كلمة stay النهاردة استخدمناها او دلوقتي في المثال ده استخدمناها كverb عايزين بقى نستخدمها كنون وتدينا نفس المعنى نقول مثلا we had a long stay in a hotel يبقى هنا استخدمنا معاها الفعل have كlocation فمهم جدا ان احنا قبل ما نستخدم الكلمة دي نغير الport of speech بتاعها نستخدمها كنون مهم ان احنا ننقي الverb المناسب لها كlocation هنشوف نفس الكلام ده على بعض الامثال الاخرى اوكي احنا هنا بس محتاجين ان احنا نستخدم قموس كويس لو احنا عايزين نتأكد من المعنى اوكي تمام we cued for half an hour يبقى احنا هنا استخدمنا الفعل cue اللي قلناه فوق في الجملة زي ما هو يعني احنا we waited in a line for half an hour عايزين نستخدم الverb ده بنفس الطريقة بيدينا نفس المعنى لكن مع الكلمة cue as a noun نقولها ازاي we waited in a cue يبقى we cue معناها to wait in a cue بنفس الشكل يعني to wait in a line this orange smells or tastes strange عايزين نستخدم الفعلين smell او الفعل taste يدينا نفس المعنى بس نستخدمه كنا ونعمل ايه this orange has got a strange smell or a strange taste تمام i didn't know the answer so i guessed يبقى هنا استخدمنا الفعل guess عادي زي ما هو كverb طبعا عايزين نستخدمه كناون نعمل ايه هنستخدم له الفعل المناسب i didn't know the answer so i had a guess ممكن نستخدمه في ال british accent sorry في ال british english نستخدم الفعل have نقول to have a guess or to make a guess لكن في الامريكان بيقوله to take a guess اوكي يبقى ثلاث أفعال دول take have و make بيستخدمه مع كلمة guess بمعنى ان هو يخمن السكشن الاخير which verb تعالوا كده نشوف when you use these words as nouns you need to choose the correct verb to use with it نفس التكملة بتاعة السكشن اللي فات عايزين نشوف كده لو حنستخدم الكلمات دي كافعال فحالة لو استخدمناها كنون حنستخدم any verb which verb that collocates with these nouns الفرب مثلا stay we stayed in paris for a short time عايزين نستخدم stay كنون يبقى حنقول we had a short stay in paris يبقى هنا الفعل have مع stay بيقو collocation we rested for a while يبقى الفعل rest لو استخدمناك استراحة اللي هو النون rest يبقى حنقول we had a short rest she braked quickly يعني ايه braked يعني هي دست على الفرم الفرملة بسرعة بنستخدم هنا في الحالة دي الفريزال verb put on احفظوها بقى الفريزال verb put on مع كلمة break collocation يعني هي فرملة جامد جدا ممكن نستخدم كمان الفعل slam slam the breaks خليني اكتبه لكم برضو بالمرو ممكن نقول slam او put on the breaks اوكي هي كلمة slam بتجي كمان مع كلمات كتير زي slam the window slam the door يعني بمعنى يرضع يعني يقفل حاجة جامد يرضع هكده اوكي برضو بتستخدم مع breaks اللي هي عارفين لما حد يدس فجأة على الفرام الجامد فتعمل صوت هي كده ان فرام الجامد يعني انتم متخيلين المنظر يعني الفعل ده ممكن يستخدم مع كلمة breaks او كلمة put on put on the breaks اوكي she breaked quickly او she put on the breaks quickly he needs to diet i'm going to ايزن استخدم الكلمة ring to give the same meaning as phone يبقى i'm going to give him a ring i looked in the paper يعني انا تصفحت الورقة يبقى حقول بدل look حقول took a look او had a look i had a look in the paper خلاص يعني يلقي نظره he pushed me فاكرين كلمة push وقلنا ان هي ممكن تؤدي معنى يدفع كverb او دفع كnawn طيب لو انا قلت مثلا pushed عايز استخدمها كnawn يبقى حاجيب الفعل give يبقى he gave me a push give a push تمام اخر جملة i dreamt هنا الفعل ده تصريف تاني من الفعل dream وده فعل irregular i dreamt about you last night طيب هنستخدم الفعل dream كnawn هنقول ايه i had a dream about you last night اوكي يبقى هنا الفعل have مع كلمة dream كnawn بتستخدم كمتلازمة رفظية كده الدرس انتهى وكان درس خفيف النهاردة مفهوش اي يعني مشاكل الحمد لله المغزى بتاعه او الهدف بتاعه ان احنا بس نعرف ان مش كل الكلمات علشان نشتق منها word forms جديدة لازم ان احنا نضيف suffixes و prefixes ممكن جدا ان الكلمة تستخدم زي ما هي من غير اي اضافات وتستخدم باكتر من part of speech اتمنى يكون الدرس واضح ويريد تحملونا الexercises هي سهلة جدا ويعني مش كتير هما ثلاث اسئلة بس ياريد اللي عنده اي سؤال يتفضل على group او على page وان شاء الله هكون في انتظار تعليقاتكو وفي انتظار اسئلتك واشوفكم المرة جاية ان شاء الله في فيديو جديد سلام عليكم